والصلاة والسلام على سيدنا محمد أمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول مؤلف رحمه الله وممن نقل أيضا تكفيرهم يعني تكفير المعتزل القائلين بأن العبد يخلق أفعاله الإمام شيخ الإسلام البلقيني ورد عليهم الإمام التوالي في كتابه الغنيا في العقيدة وهم من الكابر وصحاب الوجوه من الشافعية أرى فعلى من اللهم المعتزل القائلين في المعتزل القائلين في المعتزل قائل 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 سيطر أمن أول الصلاة والسلام على بذلك ومن المتوالي المتوالي أرى كما يتوقع الأولى وإمام ابو الحسن شيث بن ابراهيم المالكي أقوم بعمل الكتاب حزّو الغلاصم في إفحم المخاصم الإمام شيث بن ابراهيم إنه مقارب مالكيه فهو كذلك وكذلك الإمام إبن التلمساني المالكي في كتابه شرحوا لماع الادلة الإمام الحرامين وغيرهم إبن التلمساني المالكي فهو كذلك فهو كذلك لماع الادلة إبن التلمساني ولم يصح عن إمام مشتهد كالشافعي وغيره القول بترك تكفيرهم ما صح عن مشتهد عن إمام مشتهد كالشافعي كالأوزاعي كالليث بن سعد الحسن البصري إمام مالك أو حنيفة ما صح عن واحد أنه قال لا يكفرون إن يبقى أن إمام مشتهد كانت تقريباً لذلك لقد قالوا انهم لم يكن من أجل إماماً لقد قلت بيقى أنهم يقفوا إنهم يقفوا إنهم يقفوا أشركوا بالله نسبوا الخلق لغير الله وكيف يتوقفوا في تكفيرهم ما هو التوحيد ما هو نتبهوا التوحيد ليس فقط أن تقول للحق حقاً التوحيد لا بد أن تقول للحق حقاً وللباطل لأنك قلت للحق هذا حق وقلت للباطل وهذا أيضا حق بطل ذلك قولك للحق حق بطل التوحيد هل تقول لك؟ هل تقول لك؟ هل تقول لك؟ هل تقول لك؟ نحن نتبه؟ نحن نتبه؟ فهل تقول لك؟ هل 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 تقول لك؟ في صفاته صفات الخالقية لله لا تصحول غيره الخالقية لا تصحول غيره الإبراز من العدم إلى الوجود le fait de faire exister les choses deniant à l'existence ce n'est que pour الله on ne peut pas l'attribuer à quelqu'un autre qu'Allah عز وجل فبعد هذا لا يلتفت إلى ما يخالفه ولا يغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين لهم فقد نقل الأستاذ أبو منصور التميمي في كتابه التذكرة البغدادية وكتابه تفسير الأسماء والصفات تكفيرهم عن الأئمة على سبيل المتأخرين لا يزال المترجم الى الاجتهاد يقولون مرتزيلا يقدروا انهاء يسمون الله الاجتس يقدروا انهاء ولهما انهاء انهاء اعطيبه الاجتهاد يقولون الله اجدنا ومن يجعلنا وكل هذا هذا من فكرة إذن لا بدأ من النجاة أن يميز الإنسان بين الكفر والإسلام إذن هناك شيء importante يجعل الإسلام والمكريانس إذن هذا ما أعرف الإسلام بعد إذن أبمصور تمامي في كتاب يالباد تفكير البغدادية وكتاب يتفسير الاسماء والصفات هذا هو كتاب مهم جدا نقال تكفيرهم عن الأئمة البغدادية a rapporté que les grands imams de cette communauté ont déclaré المكريانس والمكريانس qui ont dit que l'être humain crée ses actes qui ont dit que l'être humain agit sans la volonté de Dieu ils les ont déclarés مكريان فقال أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزيل il a dit أصحابنا يعني الشافعياء لأشاعر il a dit nous savons c'est-à-dire de notre école الشاعراماتوري الشاعر الشافعية sont unanimes de déclare المعتزيل مكريان قوله أصحابنا يعني الشاعر والشافعي لأنه رأسون كبير في الشافعياء والأشارياء لقد قال أصحابنا لأنه هو امام شافر واشعري و هو امام نقدم في النقل معروف بين الفقه والسوريين حققه أمام لديه نفع دفع بالتعامل إنه يمام أقل منعي منعي في الدفعات منعي منعي في المعيليين منعي في المنظمة في المعيليين في المعيليين في المحيليين من أراد مزيد التأكد فليطالع كتبه ولا يدافع نقله بقلام بعض المتأخرين بعض المتأخرين مما لا ميزان قوي عنده يقول لا الراجع عدم تكفيرين كيف الصحابة انقرض عصرهم على تكفيرهم والراجع يكون خلاف قول الصحابة الصحابة leur époque a été achevée et tous sont unanimes tous ceux qui sont vivants parmi الصحابة et qui ont entendu ou ils ont vu المعتزير et les ont déclaré مكريان comment peut-on dire l'avis le plus juste c'est lui qui était contre الصحابة qui contredit l'avis du الصحابة كيف يمكن الراجع يكون هو القول الذي يخالف قول الصحابة رسول الله ما معنى حديث رسول الله لا ميزان قول الصحابة ما لم يثبوت فيهم ما يقتضي تكفيرهم il y a certaines paroles de نواوي on comprend qu'elles n'ont pas mécru oui mais parce que il y a plusieurs sortes de المعتزير tu vois il y a des gens qui déclarent مكريان celui qui dit l'être humain crée ses actes بعضهم كانوا يكفر من يقول بخلق الأفعال للعبد المعتزير c'est de plusieurs groupes et il y avait plusieurs croyances et on peut comprendre la parole de نواوي pour المعتزير qui n'ont pas atteint la mécruance لأن منهم من ينتسب إليهم ولا يقول بجميع مقالات il y a des gens qui se s'attribu المعتزرة mais ils ne dit pas dans toute leur croyance كبشرين المريسي المأمون المأمون العباسي كان يقول اللہنمعهم يؤيدهم في بعض المسائل لكن ما كان يقول بأن أفعال العبد مخلوق للعبد كان يقول بخلق الله فإن بشر كان موافقهم في القول بخلق القرآن وكثرهم بقول بخلق الأفعال بشر اكتئ avec eux lorsqu'ils ont dit le quran et créé et il a déclaré مكريان parce qu'ils ont dit que l'être humain crée ses actes c'est lui qui nie l'attribut de la parole de Dieu c'est lui qui dit Allah n'a pas l'attribut de la parole il crée la parole il ne parle pas il n'a pas l'attribut de la parole celui-là a مكru فلا يحكم على جميع من انتس بإلى الاتزال بحكم واحد c'est pas tous les attributs الاتزال ont le même jugement ça dépend qu'est-ce qu'il croit qu'est-ce qu'il a pris de leur croyance لكن toute personne qui s'attribut au Mu'tazila c'est un égari فالذين لا يعتقدون من الاتزال au sole ou الكفري إنما ينتسبون إليهم ويعتقدون بعض المسائل الأخرى qu'adam رؤية المؤمنين les rabbihim يوم القيام يعني le Mu'tazila ils disent non on ne peut pas voir Dieu le jour dernier ce qu'ils ont dit c'est suite à une interprétation Beaucoup parmi les savants n'ont pas déclaré le Mu'tazila qui ont nié la vision de Dieu mécréant sur cette question parce qu'ils ont dit qu'Allah n'est pas un corps n'est pas dans une place n'est pas dans une direction et c'est pour cela ils ont dit on ne le voit pas alors ils sont tombés dans l'erreur mais ils n'ont pas mécru selon la majorité des savants et ce qui a été dit c'est ce qui a été dit c'est celui qui veut connaître plus sur le Mu'tazila qui regarde les livres comme le Mu'tazila le Tapsir le Dîn le Milal et le Nihal qui parlent de ces groupes et de ces sectes Allah subhanahu wa ta'ala a'alamu a'alamu alhamdulillah yoram bin alamin